إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة من المتفق عليه عند جميع أهل الملة أن الله عز وجل إنما يشرع الشيء لمصالح العباد أن الله إنما يشرع الشيء لمصالح العباد ولذلك جاءت الشرائع كلها لتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها جاءت المصالح جاءت الشرائع كلها لتحصيل المصالح وتكثير هذه المصالح وتقليل المفاسد وإعدامها إن استطاعت الشرائع لذلك وعندنا في ديننا الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج وده يستعمل هذه الجملة دائما الأطباء الأطباء دائما نقولهم أن الوقاية خير من العلاج كذلك عندنا في ديننا الوقاية أيضا أفضل من العلاج الوقاية هي مرحلة ما قبل العلاج مرحلة ما قبل المرض عفوا يعني الإنسان يحتاط الإنسان يجعل بينه وبين المرض وقاية زي ما يكون مثلا الأطباء يوصون بغسل للأيدي وبالنظافة الشخصية وفي الأجواء الغير مستقرة الإنسان يلبس الثياب المناسب الكلام ده كله خلاص لا يأكل طعام كذا لا يتعدى في شرب كذا كل ذلك حتى لا يصل إلى المرض إبا هي المرحلة قبل المرض إلى مرحلة الوقاية مرحلة الوقاية خير من العلاج وإنما يعرف خطر العلة بشدة فتكها وكثرت ضحاياها المبتلين بها خطر العلة يعرف لما تلاقي لهذه العلة ضحايا كثير جدا كثرت الضحايا مبتلين بهذه العلة إذا كانت ضحايا كثر فالعلة تكون عظيمة العلة تكون عظيمة إما إنما يعرف خطر العلة بشدة فتكها وكثرت ضحاياها المبتلين بها والعلة في منتهى الخطورة العلة اللي هي أصابت المسلمين البعد عن الله سبحانه وتعالى لذلك لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها هذه الجملة هذه الجملة اللي هي لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها وإن كانت هذه الجملة ليست من كلام النبوة يعني ليست حريثا قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أن عليها مسحة من النبوة ولمحة من روحها عليها مسحة من النبوة كلام في منتهى الجمال كلام في منتهى الروع لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلحها به الحال الأول دائما نقول يا جماعة لما تلا عندك مشكلة مش لإلى حل انظر إلى ما يشابهها وما يناظرها ما يشابهها وما يناظرها اللي بنقول عليه القياس اللي بنقول عليه إيه القياس فإحنا عندنا مشكلة دلوقتي فسد عقائدي وفسد أخلاقي وفسد سلوكي وفسد في كل شيء في الحياة طيب ما نرجع نرى كيف صلحة حال الأمة في الأول كيف كانت الأمة صالحة ما هو الذي جعلها صالحة هذه الجملة فمنتهى الراعة لابد نحن نتدبرها جيدا نقف معها وقفات حتى يعني يتبين للمرء روعة هذه الجملة ويتبين أننا نفتقد فعلا على الحقيقة حال الأوائل وحال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع الصحابة ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم لما قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لما الثلاث قرون الأول أو الأوائل لما القرون الخيرية التي جاءت من لذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة وإن لم يكن تكن من كلام النبوة كما ذكرت إلا أن فيها مسحة من النبوة ولمحة من روحها وجمالها والأمة المقصودة في هذه الجملة طبعا الجملة منسبة الإمام مالك رحمه الله تعالى الأمة المقصودة في هذه الجملة لن يصلح حال هذه الأمة لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها الأمة أمة النبي وصلاح أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء ضربت به الأمثال وقدمت عليه البرهين صلاح الأمة صلاح حال الأمة الأولى شيء ضربت عليه الأمثال الأمثال وقدمت عليه البرهين طبعا شيء لا يخفى على أحد كيف كانت الأمة صالحة لا يخفى على أحد كيف كانت علاقة الأمة بربها سبحانه وتعالى لا يخفى على أحد كيف كان في الأمة رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر كيف كان في هذه الأمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال شبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بايع عن ذكر الله وإقاموا الصلاة وإتاء الزكاة خفون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لا يخفى على أحد أن هذه الأمة كان فيها من يعني يعتقدون أن النافع وأن الذي يضره الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما معلوم حال الأمة كان عامل إزاي معلوم أن ما كان عندهم من اليقين معلوم ما كان عندهم من الثقة بالله سبحانه وتعالى معلوم ما كان عندهم من أصلة بالوحي وبالأوامر والنواهي معلوم أنهم كيف حققوا العبودية على أكمل وجهه كما ينبغي أن يكون العمل العبودية لها كل ما يحبه العبادة التي هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة في الأقوال والأعمال معلوم صلاح هذه الحال هذه الأمة بقلة الفاسدين بتعظيم الحرمات ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعير الله فإنها من تقوى القلوب معلوم أنهم كانوا يعني يخافون من الله سبحانه وتعالى ويرقبون الله سبحانه وتعالى ومعلوم أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى سادوا حتى قادوا حتى تمكنوا وحتى أصبح لهم دولة على الحقيقة معلوم أنهم تربوا تربية قرآنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلموا منه وشربوا هذا المنهج الرباني المنهج النوراني المجهل المنهج القرآني فالفرق يعني شاسع والبون كبير وظاهر ومعروف بين حال الأمة الآن وبين حال الأمة أولا في عهد النبوة وما بعده من عهود كانت قريبة بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أردنا صلاح الأحوال وأردنا صلاح الأمة فعلينا أن ننظر كيف صلح أول هذه الأمة ومعلوم أن الذي صلح به أول هذه الأمة هو القرآن الكريم الذي صلح به حال هذه الأمة كما ذكرت هو التمسك بحبل الله تمسك بكتاب الله تمسك بقول الله تمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الذي وصفاه الله عز وجل بأنه موعظة وبأنه نور وبأنه هدى وبأنه شفاء للناس هذا القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل هدايا أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوام ويبشر المؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا القرآن العظيم والذي جعل الأمة صالحة والذي جعل الأمة لها دستور ولها قانون رباني تمشي عليه يوم أن فرط الناس في كلام الله وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم رأيت هذا الهزل ورأيت هذا الخداع ورأيت هذا الغبش الذي يعيشه الناس في هذه الآونة رأيت يوم أن فرط الناس في حدود الله وفي أوامر الله سبحانه وتعالى يوم أن نسي الناس معنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نسي الناس إلههم ونسي الناس منهجهم ونسي الناس القوانين الربانية والسنن الربانية الكونية ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد يعيظون نظام أن الذي يعني يحدث وأن السيادة الغائبة والريادة الغائبة عن ركب العالم الغربي الغائبة عن المسلمين هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى أو هذا يعني تعد من الله بل هو العدل بعيني إن أمة فرطت في السنن الكونية والسنن الربانية ونسألت رسالات الأنبياء وهي أمة مسلمة تدين بدين لهذا هو العدل الرباني كما ذكرت لأكم أن الله عز وجل قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بالله عليكم قولوا لي في أي كتاب أو في أي درس أو في أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أباح الله عز وجل العقوق لا أبدا أبدا بل حرمه وجعله من أكبر الكبائر مع الإشراك بالله عقوق الوالدين لا الآن ترى العقوق شيء سهل وياسير وشيء يعني تسمعه يعني ليلة نهار لم يكن لم يعد مستغربا في هذا الزمن الذي نعيشه أن أنك تسمعا ولا تضرب أبو ولا أم ولا بنت طردت والدها ولا أمها ولا الكلام ذا الكلام ذا عادي جدا جدا يوم أن نسي الناس أو تناسوا قول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلْهُ عَذَابًا عَظِيمًا رأيت القتل رأيت القتل في الشوارع رأيت إنسان يقتل إنسانا بل ويقطع رأسه على مر أو مسمع من المصريين وأفن ولا يهتزلهم ساكن يوم غاب الناس عن أن الله عز وجل سريعوا العقاب وشديدوا العقاب رأيت من يقتل بنت صغيرة أو من يقتصب طفلة صغيرة ورأيت من يسرق ورأيت كذا وكذا وكذا كل هذا يا جماعة إشارة خطيرة جدا 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 في هذا الوقت إشارة الشباب بتاعنا شباب المسلمين الذين سيحملون الراية الذين سيقودون فيما بعد الذين يقولون هم في المقدمة أين هم من الرجولة وأين هم من الشهامة وأين هم من المرؤة وأين هم من النخوة وأين هم من القرب من الله سبحانه وتعالى وأين هم من الأشياء التي أحبها الله وأحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نرضى سنعن ينظر في الشارع بالصعب جدا جدا يعني إن استطاع أن يميز بين الشاب والفتاة يبقى بطن تماشي في الشارع لو قدرت انتميز بين البنت والولد تبقى أنت كده برافو عليك ليه؟ لأن الزمن ده زي ما بقول لك اسأل الناس كده اسأل الشباب نهاردة اسأل الشباب من هو الله أين الله اسأل الشباب من هو النبي عليه الصلاة والسلام ما اسم النبي ما سن النبي كيف بعث ما السنة التي بعث فيها ما هي رسالة أنزلت على النبي ما هي من هم أولاد النبي من هم بنات من هنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد إجابة لن تجد إجابة لذلك هذا شيء يحز في القلب وليس بيحس بغصة في حلقة ويتكلم في مثل هذا الكلام لأن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أولها كان الإنسان يقف تعظيم سلام لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ذكرت لكم من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر مرة فأشار إلى رجل في المسجد أن يجلس فلما سمعه من خارج المسجد جلس حد كان جاي صلي أو حد كان جاي عن المسجد فسامع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجلس وما كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيكلمه لكن احتراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام واحتراما لما سمع جلس مكانه جلس مكانه احترام يعني بالغ احترام شديد جدا جدا ذكرت لكم كل ده لأنهم كانوا يعظموا الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا بيطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر بريد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فغاص بالناس يعني امتلأت الدار بالناس امتلأت الدار بالناس فجاء جريل بن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج المنزل يعني أمام الباب مثلا لأن البيت اتملأ بالجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس ورآه الرسول عليه وسلم يعني أعطاه ثوبه أو خلع بردته وألقى بها إليه وقال له اجلس عليها اجلس عليها فأخذها جريل رحمه الله رضي الله تعالى عنه وقبلها ووضعها على رأسه رضي الله تعالى عنه لهذا الحد بل وأكثر من ذلك نقلوا نقلوا كلام الرسول نقلوا سكتات الرسول عليه السلام يعني تجد في البخاري وفي غير البخاري حديثه لك ايه ثم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لي أي رسول نقل عنه مثل هذا نقل عنه مثل هذا سكتا ثم سكتا ما قالش حاجة بس ينقلون سكتات النبي وينقلون كلام النبي عليه السلام وأن كنا حركات وبلوة ينقلون كيف سعل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عطس وكيف كحة وكيف كذا وكذا وكذا لذلك احنا بنقول ايه كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كانوا يعني كان الفرق كبير جدا جدا حاولت النهاردة يا مش عايزة أقول لك قارن لأن ما فيش مقارنة أصلا بين حالنا وبين أحوالهم بينما نفعله وبينما كانوا يفعلونه بينما نحترمه من عادات ومن تقاليد ومن شرع الله سبحانه وتعالى وبينما كانوا عليه بين الرجال وبينما كانوا من الرجال بين النساء المسلمين الآن وبين النساء المسلمين الآن ذاك حدث في كل جانب من الجوانب في كل جانب من الجوانب الحياة ستجد فرقا شاسعا وكبيرا جدا جدا وبونا واسعا كما ذكرت لكم لن يصلح حال هذه الأمة إلا بهذا القرآن العظيم القرآن الكريم الذي علمنا علمنا منه العقيدة علمنا منه أن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأسماءه واحد لا تعدد ولا تجزأ ولا جزء ولا بعض ولا الكلام ده أبدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد علمنا من القرآن أن الله عز وجل عظيم أن الله سبحانه وتعالى صاحب قدر وجل وعز سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون علمنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى قال إني معكما أسمع وأرى أسمع وأرى علمنا أن الله سبحانه وتعالى من وثق به فلن يضيعه أبدا لما قال أتبع موسى إنا لمدركون قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين علمنا في القرآن لما تكلم أبو بكر وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وجل وأنه خائف ما ظنك باثنين الله ثالث هما ما ظنك باثنين الله ثالث هما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بالقرآن علمنا أو نزعت من الأمة أو نزع من الناس العصبية وأصلحت النفوس التي انحرفت وحررت العقول من العادات الفاسدة اللي هي الأنا والعصبية والقدم في الفعل والكلام ده لا القرآن جاءنا بأن الإنسان هو أخو الإنسان إنما المؤمنون إخوة القرآن جاء بأن لا فرق لعربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله لم يقل أغناكم ولا أحسبكم ولا 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 إنما قال أتقاكم أتقاكم فحرر العقول وحرر النفوس ونزع منها هذه العصبية المقيتة البغيضة المنتنة الخبيثة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وأجد حي من الأنصار ما حي من المهاجرين وتضاربوا بالنعال وبالرماح وبكذا وبالنبال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها خبيثة وفي لفظ فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة بالقرآن حل القرآن مشاكل العلم الكبرى التي تخبط في العلم إلى الآن القرآن حلها مشكلة الغنى والفقر مشكلة من الغنى والفقير خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكين بيوصل عليهم صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل الفقير حق في مال الغني وجعل على الأغنياء حقا يؤدونه لله سبحانه وتعالى حل المشكلات الزوجية والعلاقة الأسرية بين الرجل وبين زوجته وكيف يعيش مع بعض فإن استحالة العشرة كيف يكون التصرف الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان علمنا أن أثناء الحياة لا بد أن يكون هناك فضل بين الزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم علمنا عند الانفصال وعند الشقاق يعني أن يجي حد يحكم بين الطرفين وقول ده أنت غلطان وده أنت أصابت وده أنت تعتذر وكذا كل ده وغيره تعلمناه في القرآن الكريم لذلك لن يصلح حال هذه الأمة الآن إلا بمصالحها به الأول هو تمسكهم بالقرآن الكريم كما ذكرت لحضراتكم حتى في أصعب اللحظة الشقاق والطلاق والكلام ده برضو ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أن نحن نتعامل بإحسان نتعامل بمعروف بلاش الألفاظ بلاش الإساءة دعك من السب والقذف وكذا 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 وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن خليك مهزم خليك إنسان نبيل خليك إنسان تحترم نفسك ويحترمك الناس هذا هو الأصل هذا هو الذي علمنا في ديننا حتى يصلح حال الأمة حال الأمة كما صلح من قبل إحنا تعلمنا في القرآن إذن نتكلم علمنا في القرآن إزاي ندير الحوار ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون مهذبين يا جماعة إحنا مش عايزين نتعلم الإتيكات من بره تعلمش الإتيكات من غير المسلمين ونقول لا ده مش عارف إيه لا انظر في القرآن الكريم تجن إن القرآن هذي بالأخلاق وهذي بالألفاظ وهذي بالأزان وهذي بالأعين وهذي بالفم وهذي بال يعني يعني القرآن الكريم علمنا إزاي بزيولة حضرتك إلى ألفاظ قال الله عز وجل وقوله للناس حسنة وقوله للناس حسنة كلم كده بكلام طيب لا تكن صخاب ولا تكن شتام ولا تكن سباب ولا يكون صوت عالي ولا مزعج يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيسلم كان الصحابة بيوصفوا سلامه بحاجة عجبت الشكل حتى السلام يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالتفاصيل صغيرة جدا جدا تنفعنا دلوقتي في حياتنا اللي احنا مش تكي منه اللي تزو والإنسان مش حس بغيره والإنسان ما بيحترمش الناس والإنسان بيزعج النايمين وبص على الكلاكسات وبص على الكستات والشوارع والشوارع عاملة ازاي الصخب والصوت العالي لا يعني كان المقداد رحمه الله بيصف رضي الله تعالى عنه بيصف سلام النبي عليه الصلاة والسلام قال في عديس طويل عند الإمام مسلم وغيره أخذ منه بس موطن الشهد قال فكان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم سلاما فيسلم ايه يعني يقول سلام عليه ازاي بأى الوصف السلام بتاع الرسول عليه السلام بعد ما تصلي عليه كان يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ثاني كان يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان يعني عبارة عبارة عمل عليها كتب عبارة يعني تشرح للطلبة في الجامعات الأدب الاحترام عدم الإذاء الشعور بالآخرين خدت بالك الإنسان يكون حاسس بإخوانه حاسس بالظروفهم لا يقلق أحد لا يزعج أحد كل الحالات دي يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع إيه ويسمع اليقظان بل حتى ربنا عز وجل بل حضرتك علمنا الألفظ نحن نتكلم مع ناس ويقولوا للناس حسن ويقولوا للناس كلام طيب كلام محترم كلام كده خلي اللسان كده إيه مش مثلا زي ما أنا ذكرت في المحاضرة كانت الإسبوع الماضي يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغ منك كما يرغ الثعلاب يلقاك يحلف أني بك واثق وإذا تولى عنك فهو عقرب ولا أزول لا يقولوا للناس حسن كذلك علمنا القرآن الكريم نحن نحافظ على أسرار الناس على أسرار الناس ضبط الأسماع وذلك رب العالمين قال ولا تجسسه ولا تجسسه مش من حقي أطلع على ما أخفيته أنت عني مش من حقك تطلع على ما أخفاه أخوك عنك مش من حقك تطلع على ما أخفاه غيرك عنك لا اتقي ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل علمنا في القرآن كده علمنا في القرآن ولا يتجسسه القرآن كذلك ضبط الفضة ما زي قلت لحضرتك والأسماع الأصوات نفسها الصوات لما تتكلم ما تعليش صوتك خلاص واغضض من صوتك واغضض من صوتك سنتكلم بصوت واط صوت هادي صوت متوسط كذلك علمنا الإنسان إزاي يمشي القرآن علمنا إزاي الإنسان يمشي إزاي طريقة المشي هل يمشي مشي متكبر يمشي مشي خليعة يمشي إزاي طريقة المشي إزاي كما ذكرها القرآن الكليل ولا تمشي في الأرض ما رح ما تبقاش ماشي متبختر بقى ومتغنضر بقى وتنسى أصلك يعني خلق الإنسان من علق ما تنساش الحاجات دي ولا تمشي في الأرض مرحى خلاص كذلك علمنا القرآن الكريم من ضمن برضو الأشياء اللي نجند عليها يعني مسألة المجالس سأني أجلس مع أصدقائي أو في العمل أو في بيته أو في النادي أو في مواصلات أو كذا اللساء بالعالمين قال ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا ده مما علمنا نحن في القرآن وما علمه لنا القرآن بل إن القرآن علمنا إزاي ناكل طريقة الأكل نشرب إزاي ناكل إزاي أكلوا واشربوا ولا تسرفوا أكلوا واشربوا ولا تسرفوا قرآن الكريم اللي كان سبب في صلاح الأمة الأمة في أول الأمة كما ذكرت هو تمسكهم باكتاب ربنا علموا العقائد السليمة علموا الأخلاقيات علموا السلوكيات ربط الناس بخالقهم سبحانه وتعالى وجعلهم أكثر يقينا وأكثر قوة بالله عز وجل فإذا حاول المصلحون حاول المصلحون في هذا الزمان أن يصلح حال الأمة فعليهم أن يربطوا الناس بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة على الحقيقة لا يعني يكون مجرد كلام بيقاله وفقط لكن لابد أن نحن ندرب أولادنا وندرب أنفسنا أن لنا ربا سبحانه وتعالى لطيفا ودودا يعطي للناس ويعوضهم خيرا عما أخذ منهم لابد أن ندرب أولادنا على أن نحن عبيد لله سبحانه وتعالى على أن نحن لنا رب سبحانه وتعالى هو مطلع وهو يرانا وهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الإنسان نحتاج كل يوم يتعلم كل يوم يأخذ عبادة يأخذ نظرة في آية يتعلم لفظ من ألفز القرآن الكريم ندرب أولادنا النهاردة جماعة القرآن عبد المسطح في قلوب وعقول وفهم إلى الناس أنا بقول لك الحالة العامة للشباب وصلت لحد كارثي الحالة العامة للشباب وصعب جدا حد صعب جدا جدا وتجي تتكلم مع الشباب لا مش عارف حاجة تتكلم مع الشباب يعني أنا مش عايزة أقول لك الشباب معذورين لأنه لا عنده علم ولا عنده فقه ولا عنده حد يعلمه ولا رأي ولا يجده مثلا منصة ولا مكان يتعلم منه العلم الحقيقي الصافي على المنهج النبوة والمنهج المعتدل كما يعني نقول دائما لا يجده شيئا إلا مفتوح عليه قنواتها الدامة وأفكار يعني تبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى باسم التمدن والتحضر والكلام اللي احنا بنسمعه بالليل وبالنهار يعني لكن الحقيقة نحن محتاجين مراجعة حتى مع أنفسنا ومع من نعول مع أنفسنا ومع من نعول كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعياته الحاكم والإمام راعٍ مسؤول عن رعياته الوليد الأمر راعٍ مسؤول عن الرعية الزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعياته وهكذا وكل واحد فينا جماعة قدام مسؤولية نعم كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه البكاء وتكون الأمنية الوحيدة لكل إنسان عندما يلقى الله يا ليتني قدمت لحياتي كل إنسان يا ليتني قدمت لحياتي لا تلسى على قدمك قبل أن تلتف الساق بالساق وقبل أن تذهب إلى ربك سبحانه وتعالى تعلم وعرف إنك عبد وأنك مسلم لن تصلح إلا بدين لن تصلح إلا بدين ودينك قرآنك وسنة النبي عليه الصلاة والسلام دينك القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دينك إنك تعلم أن هناك حرام وأن هناك حلالا تعلم أن الله أمر بأشياء وحرم أشياء أخرى تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على الكبير ويحاسب على الصغير تعلم أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال زره وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال زره أوعى تظن أن الظالم الذي تعدى وظلم وتجبر وأكل حقوق العباد وظلم الناس وكلام ذا ربنا سبحانه وتعالى يعني سيمرر هذا أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ممكن يطول الحبل شوية طول الحبل شوية يعيش أكتر كذا يتمتع كذا كذا لكن إذا أخذه الله عز وجل لا يفلته أبدا 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 لابد أن هذه المبادئ تترسخ في أذهان المسلمين وفي أذهان الأولاد والفتيات اللي إحنا مسؤولين عنهم أمم الله سبحانه وتسأل ابنك بيتكلم مع مين بيسمع إيه بيتفرق عليه بيشهد إيه في الهاتف اللي بيحمله في يده كذلك البنت صديقتها مين بتذهب بتروح لندرسة مع مين الجامعة مع مين ترجع مع مين حاول أنت تفعل دور مش اللي هو البنك لا أنا مش عايزك تبقى بتدفع فلوسه خلاص لا دا 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 يعني مش تربي تربي أنك تهتمي بشؤون حياتك وشؤون أولادك وشؤون بيتك وتعلمهم الحق من البطل والصواب من الخطأ تعلمهم الصدق من الكذب تعلمهم الحلال من الحرام تربطهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى لو أنا عملت كذا وحضرتك عملت كذا وحضرتك عملت كذا وكلنا عملنا كمجتمع ستجد مجتمعا صالحا يصلح حاله بما صالح به أول هذه الأمة والتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه فإنه بكل جميل كفيل وهو حسمنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد الحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لمن القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران